بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في ساعة قرآنية تحفنا فيها الرحمات وتشملنا فيها الخيرية كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه مرحبا بكم في جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السابعة وتحت شعار زين القرآن بأصواتكم أبدأوا هذه الحلقة مشاهدين الكرام بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم لجنة أحكام التجويد الشيخ محمود عكاوي أهلا وسهلا مرحبا الشيخ الدكتور أحمد المحصراوي أهلا وسهلا أهلا الشيخ عبد الرشيد صوفي حيك الله الله يحييك الله وباسمكم مشاهدين الترحيب موصول بلجنة الأداء الصوتي صد عاصم البني أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك دكتور بهلول أبو عرقوب حيك الله مرحبا حيك الله وبياك دكتور محمد أمين مشالي أهلا ومرحبا أهلا بكم مع أول المتنافسين مشاهدين الكرام والتحليق في سماء كتاب ربنا سبحانه وتعالى نتعلم أحكام التجويد ونستفيد من مشايخنا والقارئ سيد روح الله هاشمي من أفغانستان مرحبا القارئ سيد حياك الله أهلا وسهلا وعليكم السلام هذه الحلقة مشاهدين الكرام هي الحلقة الأخيرة في هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية تختر الموضع الذي ستقرأ منه بسم الله يا سيد يا الله من أي سورة؟ من سورة هود إذن الآية من سورة هود الآية 12 فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك كأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات ودعوا من استفعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفق إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم بارك الله فيك ونفع الله بك ونستمع وإياك للجنة إحكام التجويد في ملاحظاتهم شيخ أحمد ملاحظاتان الأولى وهي إشباع المد ليس إشباع أنت بتقرأ بدل الأربعة تقرأهم ثمانية المد تقول مثلاً مثلاً يا أيها يا أدي حركتين يا أيها أدي أربعة يا أيها أدي ستة أنت ما قلتش بقى كده أنت قلت تمانية عشرة في المد كله ماشي؟ خلاص الملاحظات الأخرى وهي ما قلت كل فأته لم تخرج الكف عندك من أقصى اللسان ونما خرجت من أقصى الحلق مجوة بالغين غل غل أنت مالك فقط وأنت كده ممتاز أرحب الله شكراً ننتقل للجنة الأداء الصوتي سيد عاصم البني شيخ سيد أنت أستاذ 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 شكراً ما شاء الله عندك خبرة عالية جداً 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 وأنت تقرأ القرآن بشكل كبير كثير كثير ما تقرأ القرآن يعني هذه الآيات ليست جديدة عليك أبداً ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله أتعبتنا يعني ما شاء الله مارك الله فيك إذا نبدأ التقييم تقييم القرآن الأول سيد رح الله من أفغانستان لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي للقارئ الأول معنا ستون بالمئة لدى أحكام التجويد وأربعون بالمئة لدى الأداء الصوتي ولا تزال المداولات حاضرة سيد عاصم دكتور بهلول دكتور محمد أمين فانتظار تقيم السيد روح الله ينتظر وأنا كذلك أنتظر وسنتعرف على النتيجة بإذن الله في نهاية هذه الحلقة مشاهدين باقي دكتور بهلول دكتور بهلول إذن تم بارك الله فيك القارة سيد روح الله من أفغانستان وننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى القارة الثاني في هذه الحلقة ضياء بدري بدري من العراق مرحبا القارة ضياء أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا ضياء واختر الموضع الذي ستقرأ منهم يا ضياء إذن أي موضع من سورة الأنبياء المباركة ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة الآية السابعة والأربعون من سورة الأنبياء ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة موفق بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءه وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قانوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قالوا أقاب أيضا قالوا أحبوكم في ضمن الأرض قالوا أحبوكم في ضمن الأرض ضياء بدري أحمد على هذه التلاوة نفعلها بك ونستمع وياك ملاحظات أحكام التجويد والشيخ عبد الرشيد ملاحظات الشيخ عبد الرشيد ما شاء الله هنا ضياء قراءته طيبة منورة ومعظم أحكام التجويد شليمة كان هناك زيادة في بعض المدود يعني مراعاة للنغمة لما وقف على أنزلنا زاد حدها آخر شيكان أصناء وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا خفت الغنة عن مقدارها شيئا بسيطا ولكن هذه ملاحظات يعني لا تضر بجمال قراءة ماشاء الله شكرا لك شيخ عبد الرشيد لجنة الأداء الصوتي شيخ بهلول أبو عرقوب ما لا تقول سبحان من أولاك وحباك بهذا الصوت الوهبي ماشاء الله الجميل سمعنا قرآن بحرفية بإمكانيات فتح الله عليك بارك الله فيك إذا نبدأ التقييم التقييم القارئ ضياء بدري أحمد من العراق لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي ماشاء الله كان المرحلة الأولى الذي علق أيضا شيخ عبد الرشيد ولا الشيخ العكاوي شيخ عبد الرشيد كان يثني عليك ما قال أنت ضياء ماشاء الله القارئ ضياء بدري أحمد القارئ الثاني في هذه الحلقة بقي شيخ عبد الرشيد تم بارك الله فيك القارئ ضياء موفق وننتقل مشاهدين الكرام إلى القارئ الثالث في هذه الحلقة من اندونيسيا عبد الباصط مزكى أهلاً وسهلاً حياك الله تفضل قارئ عبد الباصط مزكى اختار الموضع إذن من موضع الذي ظهر معك؟ سورة إبراهيم من الآية الثانية عشر الآية وما لنا ألا نتوكل على الله إذن سورة إبراهيم الآية الثانية عشر سورة إبراهيم الآية الثانية عشر موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَذَ اللَّهِ فَنْ يَتَوَكَّ لِلْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْلِجَنَّكُمْ مِنْ أَوْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَّامِي وَخَافَ وَعِيدٌ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّالٍ عَمِيدٌ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَا إِنْ صَدٍ يَتَجَوَّعُهُ عَلَى يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِهِ الْمَوْتِ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَادٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٌ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْغٌ صدق الله العظيم بارك الله فيك القارئ عبد الباسط مزكى من إندونيسيا ونفع الله بك ونستمع لملاحظات المشايخ شيخ محمود عكاوي قراءة عبد الباسط قراءة مهذبة متقنة حققنا فيها جمال وفيها أحكام طيبة بفضل الله انتبه لبعض المدود زدت ببعض المدود وانتبه على بعض الحروف المستفلة كي لا تفخم وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ وهكذا فتح الله لك بارك الله فيك شكرا لك شيخ محمود ونستمع دكتور محمد أمين مشالي ما شاء الله أخي عبد الباسط أنا أريد الإشارة إلى نقطتين الأولى من قبيل الحسنات والثاني من قبيل السيئات الأولى هي ما شاء الله بعد الاستهلال تم الانطلاق إلى طبقة العالية انطلاق من طبقة الاستهلال إلى طبقة الجواب يحتاج إلى مهارة ما شاء الله عندك مهارة لكن في القفلات لم يتم إسقاط ما في الذهن على الأداء صح نعم والقفلات كانت خالتة من التناوع باهتة نعم وبعبارة أخرى التحكم في القفلات كانت ليس لديك خرج التحكمك على الصوت وعلى الأداء في القفلات سوى ذلك ما شاء الله ما شاء الله مررت بمتة مقامات ما شاء الله إذا نبدأ التقييم تقييم القارة عبد الباصط مزكى من الدنيسة نبدأ تقييم شايخنا لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي في الانتظار أستاذ عاصم دكتور محمد أمين دكتور بهلول التحدي تحدي أيضا دكتور أحمد لا انتهت دكتور أحمد باقي دكتور محمد أمين أنت الفيصل يا دكتور محمد أمين في التقييم إذا تم ننتها شكرا لك شكرا لك القارة عبد الباصط مزكى نفعلها بك مشاهدنا الكرام ننتقل وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود لنكمل المسير مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها السابعة فاصل ونعود إليكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدين الكرام مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها السابعة وتحت شعار زين القرآن بأصواتكم نستمع لمجموعة من القرآن ونستفيد من شيخنا الكرام نحن الآن في المحطة الأخيرة من المرحلة الثانية ونستمع للمتسابق الرابع في هذه الحلقة والقارئ مصطفى غلام أحمدي محمدي مرحبا القارئ مصطفى أهلا وسهلا حياك الله القارئ مصطفى بركة الله اختر الموضع الذي ستقرأ منه من صورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين على بركة الله سورة التوبة الآية 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي اللقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وفي سبيل الله والله بسم الله وفي سبيل الله وفي سبيل الله ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين لن يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأنا له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزن العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ فَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بارك الله فيك على هذه التلاوة قاري مصطفى ونستمعوا إياك لملاحظات من شيخنا الكرام شيخ أحمد المعصراوي بارك الله فيك مصطفى حسنتو أجد حبيبي هو عندك مشكلة في الهاء في كثير من الكلمات خرجت منك مشوبة سعد بالغير يعني غير واضحة تماما مع أنك في يستهزئون الكلمة الأخيرة كلتها تماما خرجت سعدها القاف أقولونا يعني بدل ما تخرج من أكثر اللسان بتخرج من أكثر الحلق في تداخل في حروف الحلق مع أكثر اللسان ودي مشكلة أما ما على ذلك فاكراتك ممتازة وأنت ممتاز بارك الله فيك شيخ أحمد ننتقى لجنة لدى صوت السد عاصم لحلاتك شيخ مصطفى ما شاء الله صوت جميل يعني فيها عندك إمكانية قوية واضحة هذه إمكانية ما شاء الله خبرة بالقامات ويعني صوت جميل صوت جميل قوي طبعا كان بالبداية بس فيه شوية خلل بالتوازن كان بين الطبقة وبين سرعة الأداء فقط وما ما تبقى يعني ما شاء الله صوت جميل بارك الله فيك إذن نبدأ تقييم تقييم القارئ مصطفى أحمدي من إيران لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي ستون بالمئة وأربعون بالمئة ستون لدى لجنة حكام التجويد وأربعون لدى لجنة الأداء الصوتي باقي دكتور محمد أمين شكرا لك دكتور محمد أمين شكرا لقارئ مصطفى لو تأخذ مصحف معك تأخذ معك مشاهدنا الكرام ننتقل إلى القارئ الخامس في هذه الحلقة منير علي سالم جحيجر من ليبيا مرحبا القارئ مونير السلام عليكم حياك الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا القارئ مونير يا كريم اختر يا مونير الموضع الذي ستقرأ من يا رب يا كريم من أي سورة ستقرأ من سورة يونس الآية 100 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سورة يونس الآية 100 مبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بارك الله فيك القارة مونير عليه السلام جحيدر من ليبيا على هذه التلاوة ونفعلها فيك ونستمع لمشايخنا الكرام في ملاحظة نعم نعم شيخ عبد الرشيد عندي أنا الأخ مونير نورك الله قرأت قراءة طيبة في رواية قالونا عن نافع يعني معظم أحكام التجويد سليمة بفضل الله يعني نوعية القراءة التي تقرأ بها ويقرأ بها المتسابقون تضطرهم بعض المرات إلى شيء من الزيادة في الحروف يعني مثلا لما وقفت وَلَا تَدْعُ مِنْ دُّلَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ جَرَرْتَ الرَّأَ وَلَا يَضُرُّكَ نعم أستقولك الرَّأَ نعم يعني نعم يعني هذا من باب التنغيم يعني ولكن هي طبعا في التجويد أنت تدري أنها يعني ما وكذلك كان في نقص في الغنان وإن يمسسك الله بضررين فلا كاشف له لأنك كنت تراعي الوقت الوقت داهمك كما يقولون يعني صحيح ولكن معظم ما قرأ فقد جمل وأكمل وأحسن فتح الله على أخينا مونير آمين 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 يا مونير ننتقل إلى لجنة لداء صوتي دكتور بهلول ما شاء الله ما شاء الله على الشيخ مونير قراءة باتعة طيبة جدا جدا حسن البدء وحسن القفل كان فيها واضحا التسلسل النغمي اعتمدت طريقة التصوير وعمل شغلة لازم أشيد إليها وهي صعبة جدا جدا وهي تصوير الحجاز على درجة السيكة صعبة جدا بمعنى؟ العكس بموجود لكن أنت تكون في السيكة وتصور الحجاز على نفس الدرجة موضوع صعب 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 العكس وارد القلق الذي كان في صوتك وفي التوتر أفقاد هذه التلاوة يا شيخ مونير من الابتكارات التي أعرفها عنك هناك ابتكارات لم تخرج النفس كأنك تبحث على النفس لكن في الإجمال بارك الله فيك ورحم الله من علمك بارك الله فيك إذا نبدأ التقييم تقييم القارئ منير علي سالم جحيدر من ليبيا وهو المتسابق الخامس لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي أحكام التجويد ستون بالمئة والأداء الصوتي أربعون بالمئة في هذه المرحلة الصعبة كيف رأيت المقطع؟ في صعوبتي؟ صعوبتي وأن يأتيك المقطع فجأة الحمد لله الحمد لله مشاركة الله يبارك فيك تكفي المشاركة تكفي المشاركة من بقي دكتور محمد أمين؟ دكتور محمد أمين بقي معنا لك أنت كام التجويد تم الانتهاء بقي دكتور محمد أمين إذن تم الانتهاء شكرا لك القارئ منير بارك الله فيك وننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى المتنافس الأخير في هذه المرحلة الثانية من هذه الدورة السابعة لجازتك تالي تلاوت القرآن القارئ ياسين عمران من الجزائر ياسين السلام عليكم أهلا ومرحبا السلام عليكم ياسين بإذن الله ختمها مسكة ياسين تفضل القارئ الأخير في هذه المرحلة من أي سورة ستقرأ؟ من سورة الأنفال استستغيثون ربكم من الآية التاسعة من سورة الأنفال موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال سورة الأنفال سورة الأنفال سورة الأنفال وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَقُمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغْشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَبْدِيُ طَهِرَكُمْ بِهِ مَا أَنْ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُرْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ لَقُدَابِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاؤْضْرِبُوا فَاؤْضْرِبُوا فَوْقَ لَعْنَاكِ فَاؤْضْرِبُوا فَوْقَ لَعْنَاكِ وَاؤْضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَادِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاكِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما شاء الله القارة ياسين عمران من الجزائر بارك الله فيك ونستمع لملاحظات شيخ محمود عكاوي لا تعليق ما شاء الله بس نقص عنده المدفي من السماء نقص عنده لا تعليق القرآن عزيز سبحان الله بارك الله فيك القارة ياسين نستمع لجناة الأداء الصوتي دكتور محمد أمين أنا لا أطيل الكلام أعجبني الأداء على مقام الرست والنهاونت كان جميل للغاية لكن النفس النفس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لدي إضافة ممكن متمكن راقي أنت جميل الله بارك الله إذا نبدأ التقييم تقييم القارة الأخير في هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية من جائز الكتارة لتلاوة القرآن في دورتها السابعة ياسين عمران من الجزائر بارك الله فيك يا ياسين نفع الله ذك أسمعك الله كل خير أمين ننتظر من التقييم لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي لجنة الأداء الصوتي دكتور بهلول وأسد عاصم ودكتور محمد أمين المداولات حاضرة يا دكتور محمد أمين على بركة الله إذا نتم الانتهام من التقييم شكرا لك القارئ ياسين عمران من الجزائر نفع الله ذك وبقي معنا مشاهدينا الكرام أن نتعرف على الثلة الطيبة الذين سيشاركوننا في آخر هذا البرنامج وفي الحلقة الأخيرة من هذه الدورة نتعرف على المتأهل بعد الفاصل كنوا قريبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السابعة وصلنا وإياكم إلى المحطة الأخيرة في المرحلة الثانية من من هؤلاء القرى سيشاركنا في المرحلة الختامية والأخيرة من هذه الجائزة شاركنا في هذه الحلقة من أفغانستان ومن العراق ومن اندونيسيا ومن إيران ومن ليبيا ومن الجزائر أما من اندونيسيا شاركنا القارى عبد الباصد المزكى ومن العراق ضياء بدري أحمد ومن أفغانستان سيد روح الله هاشمي وشاركنا من إيران مصطفى غلام حسن أحمدي ومن ليبيا منير علي سالم جحيدر ومن الجزائر ياسين عمران من منهم سيشاركنا في المرحلة القادمة المرحلة الأخيرة من هذه الجائزة وسيكتمل العقد الأخير من هذه الجائزة حصل على المركز الخامس السادس نبدأ به السادس في هذه الحلقة القارى مصطفى أحمدي محمدي حصل على المركز السادس المركز الخامس حصل على ثلاثة وتسعين القارى سيد روح الله هاشمي وأما في المركز الرابع حصل على ثلاثة وتسعين فاصل سبعة وستين عبد الباصد مزكى أما في المركز الثالث حصل على أربعة وتسعين القارى منير علي سالم جحيدر من ليبيا وبقي معنا من العراق ومن الجزائر من الجزائر ياسين عمران ومن العراق ضياء بدري أحمد حصل على المركز الأول على نتيجة ثمانية وتسعين وبالتالي يتأهل معنا للمرحلة القادمة والأخيرة ويكتمل العقد القارى ياسين عمران من الجزائر مبارك ياسين مبارك وفي المركز الثاني ضياء بدري أحمد من العراق تشاهدون على الشاشة الدرجات مصطفى أحمدي على واحد وتسعين سيد روح الله هاشمي على ثلاثة وتسعين فاصل ثلاثة وخمسين عبد الباصد مزكى على ثلاثة وتسعين فاصل سبعة وستين مونير علي سالم جحيدر على أربعة وتسعين وضياء بدري أحمد على ستة وتسعين وياسين عمران في المركز الأول على ثمانية وتسعين شكراً لقرائنا بارك الله فيكم وشكراً لمشايخنا وشكراً لكم مشاهدينا الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ترجمة نانسي قنقر تعرف الوصف تعرف الوصف د Home ؛ تعرف الوصف تعرف النظر تعرف الوصف تعلم تجربة تعرف طلب